هل رأيت أحد قبل كده كتب في الأصول؟ لا أتكلم عن عنوان.. يعني عمر حسن مثلاً ما رأيك في الفصائد الجنينة؟ عظيم جداً! لا تشعر أنتم منافسين مثلاً لبعض؟ لا! لا تشعر أن هناك منافسة؟ لا! لا! لا تشعر أن عمر حسن! عمر حسن بالضبط! ليه مدرسة؟ ليه جمهوره؟ وشعر تيل جداً وأنا أسمعه؟ أنت مدرستك الأبنودي طبعاً لا! شام الجخ والأبنودي ليس فكرة مدعسك! يعني هو عبد الحليم وعبد الوهاب هذا هو لون ولكن كان هناك منافسة! ليه منافسة؟ لماذا؟ لأن كل القصائد التي كتبتها في حياتي رومانسية كانت ثلاث قصائد! لم تنزلت منهم واحدة! الوانس! وحتى من رأيتها في الأحمر! قصائص لا أرى في الأحمر! لم يكن هناك منافسة! هذا الوانس! ليس داخل حرب! الشغلة منافسة! لا! لو ده شغل! ليس شغل! لا! ليس شغل! بالعكس! يمكن أن هناك ناس ترى أن الشغل باله في المنافسة يؤخر نفسه! عمر صاحبي! كل الشعر في الفن! المنافسة في الفن غير! الحكس! أنا أقولك شيء! أنا أشرح لك وجه نظر! المنافسة في الفن دائمًا هو عمر دائمًا عمله حلوة! لا تجد مثلاً هاني شاكر أو أياً كان يتشجع أنه عمل حاجة حلوة! هذه المنافسة الحلوة في الفن! أنا أقولك أنك كتبت القصيدة كيف؟ وفعلاً طلعتك حكاوستي منها! أيها! لكن بسطيل أنا! لماذا قالت سؤال مهم لي؟ أنا أرد كمان على الكلام! إن فكرة لو لا يوجد منافسة حولي هذا مبارر أن أفضل قاعدة سكتة يعني لا أتشجع أو لا أكتب أو لا أبدع لا أختار مع أول حاجة! لما يبقى في المنافسين يكون أروح! صح! طبعاً! ولكن الشاعر! لا يوجد شيء أسمعها منافسة! الشاعر أنا أطلع إلي جواي! إحساس! لكن التمثيل منافسة! المزيكة منافسة! لكن أنا رجل شاعر أنا كاتب! إذا كتب تصيدة عن الحب أنا ممرتش بالتجربة دي! هكتبها إزاي؟ لازم يحضرك إلهام معين أو دا! بص الزكاء! بص الزكاء!